أمنيا تم التعرف على هوية أحد المجرمين الذين قدت عليهم يوم الخميسة الماضي قوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي بولاية باتنا بعد عملية مكنت من تحييد خمسة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الأمر يتعلق بالإرهابي الخطير ميم عمار المدعو زياد أبو عبد الله الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995